تقول سمعتك تقول أن الصلاة ما تجوز إلا بعد الأذان أنا صليت بعض الفروض عند الضرورة قبل الأذان بدقائق سرنا زيارة عند عمتي وكانت مريضة وصلينا قبل المغرب بدقائق خوفا من التأخير ما حكم الصلاة أختي أم الخير من اليمن بارك الله فيك الصلاة لها شروط ما تصح الصلاة إلا بهذه الشروط وأعظم شروط الصلاة الوقت دخول الوقت وقت الصلاة لأن الله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجبريل نزل مرتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى به في اليوم الأول في أول الوقت الصلوات الخمس وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت الصلوات الخمس ثم قال الوقت ما بين هذين فأي صلاة قبل الوقت هذه سنة وليست بفريض أنت قبل المغرب بدقائق شرعتي في صلاة المغرب عشان عندك والله زيارة لعمتك ما صليت ما صليت المغرب يجب عليك أن تعيد كل صلاة صليتها قبل الوقت إلا إذا كان هناك سبب مثل أيش؟ السفر لما تجمعين بين الصلاتين في السفر أو في الحضر لما يكون هناك مطر شديد مثلا ويجمع الإمام في المسجد بين الصلاتين أما الأوقات العادية ما يجوز بارك الله فيك وحتى الجمع لإحدى الصلاتين فقط يعني مثلا العصر تقدم مع الظهر في وقت الظهر وليس قبل الظهر المعيشة يقدم مع المغرب في وقت المغرب وليس قبل المغرب واضح بارك الله فيك